الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعود لنا هذا الأسبوع بموقف شجاع لا يخرج سوى من رجل من نوعية جونغ أون البداية بالتاريخ للإحاء بأن الخبر من مصدر أو وكالة أنباء الثامن من يونيو حزيران أنباء تشير بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يرحب بمبادرة القاهرة ويدعو للحل السياسي والسلمي في ليبيا عشرات وربما مئات الصفحات شاركت الخبر العاجل الذي سيغير معادلة القوى بل سيقلب الطاولة رأسا على عقب الحقيقة أن الزعيم المفدى كيم جونغ أون لم يدلي بأي تصريحات تخص ليبيا منذ شهور ونخشى أن تدفعه الشائعة للخروج بمواقف لا تحمد عقباها